في سؤال يا جماعة كتير محير وإجابته محيرة جدا 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 بقول لك من الأسوأ؟ من قال عنك الكلام أم من نقل إليك الكلام؟ يعني كان ناس قاعدين بمجلس شخص تفوه عنك بأفضع الكلام وقال عنك ما ليس فيك وشتمك وفضح أسرارك كان في شخص قاعد موجود سمع يمكن ما دافع عنك ويمكن دافع ولكن شو اللي بيخلي من قال عنك هذا الكلام أن يشعر بالأرياحية أن يقوله أمام هذا الشخص هاي نقطة لأنه عارف بأنه أنت نواياك مش كتير صادقة أمام الشخص اللي هو عم بتكلم عليه راح ناقل الكلام إجا لعندك وقال لك فلان حكى عنك واحد تنين تلاتة أربعة من الأسوأ بنظركم من قال أم من نقل في وجهة نظر بتقول بأنه الذي نقل الكلام إذا وصل لك يا بدون أي تغيير أو تزييف أو تحريف فهو قلبه عليك وهو بده يفتح عيونك على الثعابين اللي موجودين بحياتك وبدسه السم وانت مش شايفهم وفي نظرية أخرى بتقول اللي نقل الكلام خلاني أكره هذا الشخص وأنا لا أريد أن أكره خلاني أحقد على هذا الشخص وأنا لا أريد أن أحقد بنظركم من الأسواق شوفوا في مثل بيقول ما شتمك إلا من بلغك يعني اللي بلغك الشتيمة هو الذي شتمك بالفعل القائل شخص خاف يبلغك فتحدث عنك من وراك ومن نقل الكلام هو شخص خاف يدافع عنك فأحب أن يخلي مسؤوليته يعني في ناس بيكونوا قاعدين في قاعدة بنحكى عنك فهما بقدر يدافع عشان يخلي مسؤوليته بيروح بنقول لك الكلام اللي نقال أنا بنظري الاثنين شاهدهم من بعيد وأدر بظهرك عنهم وانشغل بنفسك فقط في وجهة نظر تاني بتقول الذي يتحدث في ظهري سيء ولذي ينقل إلي كلاما أيضا سيء الأول يصوب على قلبي بسهم فيصيبني والثاني يحمل السهم فيغرسه في قلبي بعد فشل تصويب الأول مرام بعثت لي بتقول لي إذا كان المتحدث في ظهرك لئيم فإن ناقل الكلام لك وعدم دفاعه عنك مع أنه يعلم بأن الكلام لما يوصلك سيحزنك هو أكثر لؤما وجهة نظر في واحدة بتقول لي ناقل الكلام إليك هو الأخطر من قائل الكلام نفسه ليش قائل الكلام مجرد جبان يخرص فقط في حضورك وذلك يعطيك هيبة وأفضلية بين المجموعة أما ناقل الكلام هو يشعرك بالأمان وبيحسسك أنه هو مقرب منك فأنت بترتح له فبتصير تبادله أسرارك بمسك هاي الأسرار وبنشرها مع بعض الإضافات بكل وقاحة لتشويه سمعتك فهو أخطر من النوع الأول في وجهة نظر من ست اسمها ناجلة شوفوا شو بتقول بتقول ناقل الكلام بالطبع هو أسوأ من قائله ناقل الكلام أكثر خبثا ولؤما لقد أعلن عليك الحرب دون أن يحرك ساكنا أو يشعل فيها عود ثقاب دخلها ببراءة الذئب أما من قال عني في ظهري قد ألتمس له الكثير من الأعذار منها أنه قالها سهوا أو نسيا أو غيظا ومنها أنني قد أكون بالفعل قد أغثته وقد أحزنته فتكلم ليفك عن نفسه فضلا عن كونه أجبا من أن يعلنها في وجهي أو ربما خاف أن تتسع هوة الشقاق بيننا فالرفق بهذا أو لا مرة يا جماعة الخير صار معي موقف كثير غريب حكت معي وحدة يعني لا تعتبر صاحبتي كصديقة مقربة جدا وحدة من المعارف ولكن هي يعني بنت محترمة ولطيفة وملتق معها أنا بالمناسبات وكذا حكت معي بتقول لي ندوش أنا بدي أحكي لك شغلة يمكن رح تتفاجأي منها بس أنا بدي أبري ضميري وزمتي قلت لها تفضلي إيش فيه قلت لي أنا مبارح استغبتك طبعا أنا زيرو ردة فعل قلت لها طيب ليش عم بتقول يدي قلت لي لإني كتير استصغرت حالي وأنا عم بستغيبك والناس اللي موجودين أنا بعرف إنهم بكرهوكي فهم يأيدوا ما أقول على الرغم من إنه أنا في أشياء قلتها هي مش موجودة فيكي حتى اللي قلت عنك أنا ترجمته بطريقة خاطئة ما أعطيتك حسن الظن يعني نواياي كانت خبيثة جدا قلت لها أنا عمري دايقتك قالت لي لأ قلت له عمري إيجيت فيكي قالت لي لأ قلت له لما أشوفك كيف بستقبلك قالت لي للأمانة برحابة صدر وبابتسامة عريضة قلت له ليش استغبتيني قالت لي لأني بغار من نجاحك بغار أنه أنت عندك ولد أنا الله ما رزقني أولاد تخيلوا بغار 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 أنه الناس بتحبك بتصدقوا أني احترمتها وبتصدقوا أنه هلأ أنا وياها على قطنة وطيدة جدا 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 أنا على التليفون قلت لها أنا سامحتك وأنا أحترم فيكي جرئتك وإنتي أدركتي بإنك أسأتي وحكيتي واعتذرتي من أنا حتى لا أعفو فأنا عفوت عنكي من وقتها يا جماعة هاي البنت غيرت كتير بنظرتي لأمور عديدة بالحياة صار لما ينجاب سيرة حدا قدامي وأنا لا أدعي المثالية عادي مرات ما يكون قاعدين إحنا البنات يكون قاعدين بنجاب سيرة بنت سيري أنتي بديك تعرفين باب الفضولية والحشرية أنه فالله شو حوليش كذا صرت أنا أكثر حرصا على اختلاق الأعذار للناس صرت أكثر حرصا أنه النوايا تجاه الآخرين تكون صادقة فهي اللي حكت معي علمتني درس لن أنساه أبدا شوفوا الشر كتير سهل الخير بالزمن اللي إحنا عيشين فيه أصبح عملة نادرة دائما خلي قلبك مليان بالمحبة لأنه المشهد لا يحتمل أي كراهية وخطاب الكراهية إذا إحنا عشنا عليه وتعلموا عليه ولادنا سندخل في نفق مظلم لا خروج منه السلام الذي ننادي به بالعالم إذا ما كان إلو مكان داخل نفوسنا فهو لا قيمة له شوفوا في ناس في شخص داك اليوم كتب على فيسبوك قال ألا ليت نوايا الناس ترى حتى نعرف كل واحد كيف يفكر تجاهنا ونعمله على هذا الأساس أحكي لكم سر عني أنا ورهف شوفوا أنا شخص لا أتعلق تعلقا مفرطا شو يعني يعني أنا ما عندي مثلا باست فرند بس أسافر أبعتلها عندي كتير صحبات وعن جد بحبهم من قلبي وأتمنى أنه تكون نواياهم صادقة وبعرف يعني من خلال التعامل في سنين العشرة بس أنا ما بتعلق ليش؟ لأنه أنا إذا يعني إذا تعلقت أنا عم بسمح للشخص اللي أمامي أنه يأذيني لأنه كل ما قربت المسافة هو بقدر يأذيك فأنا دائما بخلي مسافة الأمان ما بتقدر تعملها مع أهلك مع أهوانك مع أولادك بس أنا بعملها مع الأشخاص اللي هم خارج حدود منزلي أو خارج حيطان بيتي راهف اللي صار بأنه أنا وياها بلاشت علاقتنا كعلاقة مهنية كنا يعني نحكي مع بعض بما يتعلق بالشغل فجأة تحولت هذه العلاقة إلى علاقة صداقة حقيقية وعلاقة شخصية الجانب الإيجابي بأنه أنا لقيت بنت قلبها صافي وصادق وأبيض بقدر بكل ما للكلمة من معنى أتجرد أمامها من كل مخاوفي حتى في بعض الأحيان أتجرد أمامها من كرامتي يعني بحط الإيجو على جانب وبحكي لها أنا كيف فكرت وكيف تصرفت وكذا وهي لا ما بتحكم علي لا تصدر أحكاماً بس في جانب آخر إنه من كتر ما رعف قريب مني رعف كتير بتأثر بحياتي داك اليوم قالتلي شغلة قالتلي نادية بس أنا وياكي نتخانا كأني تهوشت مع ماما وحكم يعني أنا وياها إذا مختلفين مثلاً بتأثر على كل نظام حياتي وهذا الذي لا أريده هذا اللي أنا ما بدي إياه مبسوطة لأنه هي my soulmate لأنه مقدر لنا أن نلتقي ونصنع نجاح مع بعض ونكون صديقات مقربات جداً ونساعد بعض في كتير من نواحي الحياة ولكن بنفس الوقت ما كنت أخشاح حصل مع رهف هداك اليوم قلتلها شغلة قلتلها شوفي أنا الحالة الصداقة اللي بيني وبينك عمري بحياتي ما رح أرجع أكررها أنا ما بدي أكون عندي صاحبة لهالدرجة بتأثر فيي لهالدرجة بخاف على مشاعرها لهالدرجة بحسب كلمتي لما بدها تطلع لهالدرجة لهالدرجة أنا هلأ بسحب كلامي على الهواء بالعكس أنا حالتي مع رهف أتمنى أن تتكرر لأنه هي حالة فعلياً فيها من الصدق وفيها من القرب وفيها من الصداقة العائلية اللي أنا مبسوطة فيها وبتخليني فعلياً أحس حالي عايشة بعالم أكثر أماناً فأنا أتمنى أنه رح فيكون في منها نسخ بحياتي صدقوني الأشخاص اللي بيعاملوك بصدق في غيابك وفي حضورك هم الأشخاص اللي إذا لقيتهم تمسك فيهم جيداً لأنه مش كل يوم موجودين على رفوف المحلات صحة الصحة صحة ماروتنا شكرا